رأيك ما هي الرسائل الأهساسية اللي قدموها شباب الإمارات في قطاع المناخ ومن خلال مشاركتهم ووجودهم في هذا الحدث أستذكر كلمة صاحب السمو المغفور للشيخ زايد الأب المؤسس لدولة الإمارات حين قال إن ما معناه إن شباب اليوم هم ثروة الوطن ونفس الرؤية ونفس التوجه قيادات دولة الإمارات اليوم قيادات المئوية ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانا حكام الإمارات قيادات المئوية رؤيتهم إن الشباب اليوم هم عماد مستقبل الإمارات حلم الفضاء وطموح الفضاء اليوم تحقق وصار أمر واقع البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذج يحتذى به على مستوى العالم ممارساتنا في الاستثمار في الطاقة المتجددة ممثلة بشركة مصدر أو بمحمد بن راشد سولار بارك أو تحويل المخلفات إلى طاقة وغيرها من المساهمات التي تقع أو تحدث اليوم في دولة الإمارات أو موجودة حول العالم مثل لندن ماتريكس أو غيرها من مشاريع الطاقة المتجددة التي لنا بصمة بها أو استثمار هذه كلها رسائل إن أبناء الإمارات اليوم سيقومون بإعداد جيل المستقبل لاستكمال الرسالة السامية لدولة الإمارات وتعزيز الطموح والنمو الإنساني داخل الدولة وخارجها نحن اليوم جسر بين الشرق والغرب بين الحضارات نحن اليوم منصة عالمية تعكس التسامح عندنا أكثر من 205 جنسيات في دولة الإمارات يعيشون بتكامل وتسامح قد تكون دولهم تتحارب لكن وجودهم اليوم في الإمارات رسالة على التسامح والتواجد والتكامل البشري والحضاري اللي يعكس رسالة سامية لباقي الأمم اشتركوا في القناة